فاصل دائما. يكفينا عزاره. صلوا مين عالنب. دلوقتي مش دا كان انا كل اللي انا عايز اعمله ايه بقى. فاكرين المانوال اما قنا بناخد شرايح. انا عايز اخد نفس الشرايح دي دلوقتي. في مشكلة? ارجع ادخلها دانيا عالسافة. بس انا بعملها هنا عالكده اش تجي مزبوطة. يجيش اكلام دي. فاحتعال كده نعمل لير جديدة. كليك يمين. نيولير. اسميها ستريب اكس مسلا. اللي افتجها اكس. ماشي? خد يا عم هنا الستريبها دي. باللون ده فليكن. وقول له شكر. طيب. انا فين السولد سلاب عندي? مش كلها كده مش سولد سلاب? تمام? ايه? لا ده محنا مش عدد. ده حوايت. حوايت. طيب. تعال هنا يا عم لو انا جيت خدت شريحة كده. من نص البحر ده. الشريحة ده تبقى خدت معها مش في البواكي دي كلها هنا. صح كده? يبقى انا هنا صممت دول. طيب. الزون دي هنا لو جده انا خدت شريحة يبقى في ايه فيها جديد? انا خدت تحت الحيطة دي برضو. مش هتخسر. خد يا عم. خد الشريحة دي برضو. عشان بقى برضو خطت العمود ده. شوف ازروف. تمام كده? طيب. خد بالك هنا كانت مستمرة من اليمة دي. انها من اليمة دي تبقى مستمرة مع البلطة دي. فانا عايز الشريحة هنا برضو. طيب الشريحة دي فيها مانور. وفيها طبيطة. صح? انا عايز ادرس برضو لو يزوم هنا. مش يا عم? هدي الشراحة يا عمال ايه? عمال اخد يا لك او. طيب الحتة دي برضو الاستمرار اللي فيها ازروفها. الله اعلم. تعال يا عم كده. خد بالك هنا هنا داخل على السلم. في منور السلم. في دي. فانا كان لازم ادرس الشريحة دي. فعايز ازبط ها كاملاتها تحت سلم. ليه? عشان عايز اجيب واحدة هنا في بصلة السلم دي. تمام? طيب. هنا انا ادخل على فلات سلاب. انا في فلات سلاب ما يهمنيش اخد شريحة في السوفلي. انا يهمنيش اخدها في القليل وفوق العمداد. تمام? تعالوا بنفترض ان انا هاخد شريحة بطول تلاتة متر بس. فاهمني? اشوف لو ان اغطيتش المومنت وانا اقولك ازاي تشاك عليه. هنبقى مطور. هاتها يا عم شريحة كده بطول تلاتة متر. ركز بقى انا احطها في. عشان ما نيجي نفرد حديدها تبقى ازاي فرد الحديد جوه الشريحة دي. الكلام ده مهم جدا. تعالوا يا عم كده ايه? مش انا عندي العمود اهو? نص الشريحة في نص العمود بالزبط. يعني لو فرضنا ان عرض الشريحة دي يبقى اتنين متر. يبقى انا هاخد افست من دي متر فوق ومتر ايه? يعني الشريحة دي بالزبط هيبقى عرضها هو. ادي لو ده المتر اللي فوق. ننكز اجدان في حتة دي. حتة دي من السهلة. ولينا ادي الايه? المتر اللي تحت. يبقى ده بس عرض الشريحة. يا عم ثانية واحدة انا فرضت لو خدات من متر. يبقى ده عرض الشريحة اللي هيتوزع فيها الحديد اللي طلع من العزوم دي. يبقى انا لسه عندي حتة هنا الله اعلم هي تبقى اللي ايه? انا لازم اشايك عليها. وعندي حتة هنا نفس الايه? نفس الكلام. تمام? طيب تعالوا نكمل. ناخد برضه على العمود ده. على العمود ده. على العمود ده. على العمود ده. يبقى انا واحد الشريحة فين? في سمتة اللاين مين? نعم. في نص العمود بالزبط. اخد في ده برضو. ما يضرش ده. خد كده العمدان الفوية القمر دي عشان بس نتطمن كده كده الشريحة دي مكملها. دي بقى جايبها لك الايه? المومنتات. فدي مش مشكلة اويل انك تاخد عليها. الشريحة جاءة بطرق هنشوف النجاة الفوية كامية. يعني الشريحة معتها في العمود برضو. طيب. عايزين نعمل اتجاه التاني. نعمل ايه? مش فيه قمر فاصلي هنا ما بين الفلات والسولد. اقل ما حاجة تاخد لي الشريحة دي. تاخد لي الكونيكشن ما بين ايه? الفلات والسولد. تعالا اينا اعمل في ستريب جديدة. كليك يمين. نيولير. حت الشرحة دي اجد انا مفهمتاش مني. اشتفهمها من حد. ما احترهم من اي حد. فنركز فيها كده. ون ايه? نخسل اللي ما هنا برافصه. ونفوق. تمام? لان ايه دي تصميم. طيب تعالي ناخد ستريب. واي. تعالي نعملها بلون تاني. مجينة مسلا. قول مسلا انا ايه نبدأ من نص البحر ده. قادي استمرارية. شوفها عدي على ايه? تنكشن مع الفلات. اه. تزعين في الماء تلاقي الحتة دي كل المومنت بتاع ايه ليه اصلا? ليه الحتة دي? تمام? طيب انا كده اخدت الكنكشن ده صح? عايز اكمل. عايز اخدش بشريحة داني. اه لو سلد وفلات اه اه. او هلو وفلات لازم كاميرا اه. لازم. لازم حتى يتموت عندها. وبعدين هي بديهية. ايوة 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 اتغبط الاتجاه التاني. اخد تحت الحتة بالزبط مش مشكلة. انا كده عند كل في السلد واخد ايه? واخد شريحة صح? في الاخرى صنوالك فانية المنت مش مشكلة. بس اهم حاجة بس تبع عرفت اخدها ازاي? طيب الانتجاه ده مش لازمه برضو شريحة? موسيقققققق pacانية. كده انا خلصت الفايل ده صحي كده? حال عاجة دخل الديكسيب ده من اقوله جديد وعمل مودل جديد عشان الشرايح. ها? شيفت كنترول سعيف بس عم. مش هو ده? تنخصو بعتاشر تمانية. هادي فايل السيفر. احسن. 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 الرن عادي خالص. تمام? اهو. بتاعنا اهو. شاف اني? لا اقوله بس. بدل ما اياه كده خليها بنبينة. قل له اوكي. بيش ديش الراحل اللي احنا كن نرسه باسمنا? هي انا ممكن بعد ما خلص الحاجة اضيف عليها بمنته السرول. عايز تزود عمودة هتزود بنفس الطريقة. عايز تنسع عمودة هتنسع عمودة نفس الطريقة. هتزود كاميرا اي حاجة هنا تبقى سهلة جدا ان انت هتعدل عليها. غير الساب وغرف الساب دي خطس. تمام? طيب. اوشن اركتكتشور بلان اوشن. اقول له دي سيليك تقول. اعرض لي بس اللي هي ستريب اكس الاول. طبعا ايش انت او مهار كده انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بقى على الساب بقى. اي اي الساب ما حسم الساب في اي يعني? الساب اللي حسم الساب. الحتة بس بتاعة بتاعة العمال. لو عندك مشروه في عمدان كتيرة هتلاقي ان الساب احلى في الحتة دي بس. موجودة بس ما عارفش عاملها. مش اكلب عليك. هنا بيسألك عن عرض الشريحة مش احنا هناخد الشرائل في السلوك دي كلها متر. يبقى عرضها من يمين نص متر. وعرضها من شمال نص متر. صح كده? نص. 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 هي مشكلة عامة? طيب. تعال اي باشا كده اهو. ايه في اللي دي خلاص? يبقى ستريب ايه ده اللي هي في اتجاه مين? اكس صح? ادي اول شريحة. عايزة تبقى شايفها كويس قول له تعال اينا قول له شو هو ادس. عرسمنا كارد الشريحة اهو. تعال اينا مجد الشريحة برضو عندنا. اههر سنتبي. اههور ريكا لاب. اه وانا سلام. ايه؟ اه. هل امرا هو. اه. سلو. اه سلو. ايه. بص هو الواحد وجهة طالك الشريحة عندما هنا هناخد الشريحة متر هنقرأ بص رقم المومنت اللي على العمود وهنصمم واحد. ماشي عم? اشتركوا في القناة اشتركوا في التجاهة مين? هو انا اللي عملتهم في تأكده عشان الشريحة هتيجي مائلة ولا تلعلك الشريحة بره في الهان لدي بحاجة شكلها نظيف واخدها باللستيشن والتوسط اللي انا عايزه صح? وبعضو منه. عشان هو يعني save اضعف شوي. استريب واي ادي الشريحة لفتجاه واي. الحاجة عند نفس الاداة بدل ما هي استريب ايه ايه ايه? خدها في الانتجاهه التاني عشانها فرض كل حاجة لوحدها. او من لافل السيب اوه اوه جاكلي بننبع حلوة اوه كده الدماج جميلة صح كده نحل يا باشا نشيل بقى شويتس دي مش ناصين خيلة اوه بسم الله شين من ايه اوكي حل يا برينجي اوكي نوقف الفيديو على ما نخلص حلوة باخد وقت كتير اوه صلوا بنا عالنبل الراجل حل اوه صح كده عايز اتأكد بقى ان تمسيلي صح والبقى واكي اللي اتهبطت اتهبطت واللي بقى سيمبل سيمبل واشوف ايام المومنت واصمن صح كده تعال يا شايف العلامة دي شو ستريب فورسل صح تعال يا عم عايزان على ايه على الارض اللي انت عايز اعرض ايه مومنت صح عايز اعرض اللي ايه اللي قال اتجاع اكس الاول شو فاليو ايه ده الراجل ده جيه عند الحمام وعمل لك ايه سيمبل لا لك باك يا سيمبل صح كده بانها بص بقية الكاميرات هنا كنتينوس شاكل مومنت يا كليات اوه هنلسة تمام؟ ادي شاكل مومنت طالع على طول الشرايح هناك شاكل مومنت صح ولا غلط اه دي كده زي الفول والطابي تتغبط والدنيا جميلة شوف شاكل مومنت على امتانا اقولتك بس مجرد انت هتقرأ الرقم يعني عمود ده عليها اربعة وتمانية من عشرة متر اه طن على المتر اه ده عليها تلاتة واثنين من عشرة ايه اه ده هو كاتب الماكسيموم خمسة اع واحد من مية ماشي مش مش اه ده تمام؟ هنا الماكسيموم جيه هنا اهو اثنين وسبعة من عشرة انا ده هنا اه طبعا مش عايز حديد طيب هنشوفها هنشوفها هتيل احسن ايه تعمل؟ اه يا عم اتجاه اتجاه والله يبدو عليك واحدة واحدة كله هياخد هنا يا عم مش في السورد اسلاب ده كنا بنصمم على الماكسيموم في الشراحة كلها مش عشان هو كان هو لو انا هقرب مثلا هاخد من تحت زي فوق هي الماكسيموم عندي كم واحدة ثلاثة من عشرة صح؟ طب انا مش عايز اصمم بالاسلوب ده هنجز اخلي البنمج يصمملي طب بصوا هنعمل ايه بقى؟ اصالوا بينا عالنمج خش على قائمة ديزاين اي سوريا قائمة ديزاين شو سلاب ديزاين في مشكلة؟ هقول له تعالي الديزاين باسيز هقول له يعني صمملي بناء على الشراحة اللي انا واخدها عشان كده رعينا ان الشراحة تبقى مغطية كل نقط الايه؟ التغير صح؟ في كل بلطة مختلفة في شريحة في كل نزوم مختلفة في ايه؟ شريحة طيب يا عام ماشي التزاين طيب انا مش هصمم على الشير دلوقتي انا هايصمم على ايه؟ على المومنت اعتبر معاك المانيموم تمام يا عام؟ طيب انت عايز شو number of bar size؟ ماشي يا عام؟ طيب خد بالك انت هتطلع انت لو عايز لو في اضافي في الطب هتعرضه بايه؟ قول يا عام في الطب بفاي 16 تمام كده؟ يبقى انا لو عايز احط اضافي في العلوي قول هنفرده بفاي ايه؟ 16 طيب ما تخليه فاي 12 احنا قرينا العزوم يعني برد بطاليك نظرك هتقولها ايه لها شوية؟ خليه فاي 12 ال bottom لو في اضافي يا عام خليه فاي 10 هنشوف هنشوف هتطلع كاما وما ساعتها نجي ان ايه؟ نعدل طيب يا عام خد بالك انت حاطت اللي هو بقى هنا ده دي اهم حتة بيقولك ايه؟ او specified value انت هتدخله حديد كام في المتر الشبكة بتاعتك اللي هتفردها وبناء عليها يطلع لك الاضافة اللي احنا عملناها هنا طب انا ايه رأيك؟ دعنا نفرد السف ده كله صلد على فلات 5.10 طب وبطب فيها مشكلة؟ هننفرد بشوف الشبكة ال 5.10 حلوة؟ وجميلة؟ ولا لا؟ مابدأ ايه يا عام تعال انا نشاك على حاجة المالي مما جدا عام بتشاك علي من القانوني مش واحد واحد من عشرة الف يلد في البي في الدي تمام كده؟ ده انا حافظه بيطلع دايمة تلتمية 2.92 ساعدة اسمع علينا هاي؟ على حسن الريف هو دا دايمة كان بيطلع الريف دالي كان دايمة بيشتغل ايه؟ واحد واحد من عشرة على الف يلد شغلين بربعمية في البي اللي هي بألف واحد متر في الدي احنا كان عندنا بلطة كامل ستاشر خمستاشر خمستاشر ايه ستاشر خمستاشر يعني اقوله اربعتاشر او طلعتاشر سوري اللي هي الدي مئة وتلاتين فرد مية سبعة وخمسين ملي ايه اسم دا يا عام؟ على نساحة السيخة الفائة عشر اللي هو كان كامل؟ تمانية سبين ونص هاي تلقلك اربعة ومص وفائة عشر يعني لغاية البلطة الخمستاشر سنطي شغال معاكل من امام كامل؟ خمسة فائة عشر طيب عندنا سمك بلطة تاني ستاشر تمنتاشر تمنتاشر في الات صح كده؟ ستاشر مش تفرق كده دول التمنتاشر واحد واحد من عشر على ربعمية مضروبة في ألف مضروبة في التمنتاشر يعني اخدها كامل خمستاشر اخدها موش ستين التمنتاشر لأ انا عايز اخصها من الكبر بس عشرين يبقى ستة مئة وستين صح؟ في مئة وستين ايه دا؟ واحد واحد من عشر على مضروبة في ألف في مئة وستين واحد واحد من عشر على ربعمية حد ما قال كاسيو مضروبة في ألف مضروبة في ألف مضروبة في مئة وستين ربعمية واربعين على خمسة وستة من عشر يبقى انا هنا المنمم عندي كام؟ ستة عشر ستة عشر يا حلو انت وهو يا روش يا تان دا لب قطاع كله دا لب قطاع كله انا بجيب الاضافي المنمم للرقة الايه؟ هي انا عدتها لكم في واحدة محدش فواني في التانية مش انا واخد الكطاع كله واجد عنه دبس معرض يعني رقم دا بتقسم على كام؟ بالراحة انا هنا خدت الكطاع كله ولا لا ولا خدت نصه مش انا قلت واحد واحد من عشرة على الاف في يل اللي هي ربعمية في البي مش دا عرض الكطاع كله اللي هو بالف في الدبس كله اللي هو بمية وستين دا هنا مش دا سقف بتسلح توب وبطن في السلد انا بقى سبتش على الاثنين ليه؟ علشان هي رقة واحدة رقة واحدة انها انفلات رقة واحدة ولا رقتين يبقى سمع على الاثنين ولا بقى سبتش على الاثنين عشان اجيب المنمم للرقة الواحدة بقى على الاثنين دا على سبعة تمانية ونص وصلت برضو هات يبقى خمسة فاق عشرة يمشي على الكل يبقى انا هاجي هنا هقول له الطب بتاعي فاق عشرة كل عشرين سمت خمسة فاق عشرة الف على خمسة كل عشرين البوتوم فاق عشرة كام كل عشرين سمت مصح كده حاجة هنا اقول له ايه ابلاد اريد لي اعمل حديد الاضاف اللي فوق الكمال ايه يوس السلد كله كده مسايب على كام اعرض لك اي حدا انا بيقول لك الطب نان والبوتوم نان بس خلي بالك بص و الرجل كاتب لك فوق ايه عشان تبعارف تقرأ طب عند بوتوم لينفورسمنت تمام كده فاق عشرة كل عشرين سمت طب وفاق عشرة كل عشرين سمت ايه بوتوم يعني اقول لك خد بانك ان تسليحك ده تسليح اضافي للشبكة الخمسة فاق عشرة الوية والشبكة الخمسة فاق عشرة ايه سوفلية يعني ده معناه ان كل الزوم دي اللي هي السلد سلاب في الانتجاه ده نسعيف على كام خمسة فاق عشرة فاق عشرة هخليكم نتأكدوا برضو بالطريقة التقليدية انا اتخافوا بش تمام تمام تعال ايه هنا يا عام مش احنا عالين اضافي عبدولي فاق عشرة بس رجل يكتب لك ايه عايز اتنين فاية اتناشر فاية العمود ده احنا مماشيين الشبكة خمسة يبقى ايه اول اضافية شبكة لنص ايه لنص شبكة يبقى انت عايز اتنين ونص فاية كام بس خلي بالك الرقم اللي هو انطلعولك ده لتقصيد ايه متر يعني نص متر من قلب العمود ونص متر من ايه من قلب العمود التاني يعني ده الحديد ده ما تيه ترصه تعال ايه واحدة يعني اصف المتر ده انا ااخد الشرح هنا متر يا عام لأ انا واخدها متر واخدها متر انا قلت لك انا عايز اعرى الرقم بس يعني ده معناه ان انا حاجة اوزع من هنا اهو نص فوق ونفس النص ده فين يعني هي دي بس المسافة اللي هتحط في الاتنين ونص فاية كام لسه انا عندي مسافة هنا انا مش عارفها اكيد هتبقى عايزة حديد وعندي مسافة هنا انا ايه مش عارفة هي ما انا سلح بص رب الله انا عايز اقديك بس الرقم لو انا سلح طيب سواء طب خليها نقرأ الاخر مش عام هنا دي عايزة كام ستة فاية اتناشر يعني احطيها سبعة ونص فاية اتناشر شبكة ونص تمام طيب اللي تحت اتنين فاية اتناشر طب ما دين اتحطيها خمسة فاية عشر المشكلة حطيها عام اتنين ونص فاية اتناشر معين خمسة فاية عشر اكتر تمام هنا تبقى عايزة كامل نفسها اتنين فاية اتناشر نفسها اتنين فاية اتناشر طيب حل. طيب. تعال اقولك حاجة تاني. عشان اقولك ازاي تيجي بتقسيط السير. اللي هيتكرر فات دي. لو جيت انا من قايمة قلت له شو سلاب ديزاين. بس بدل ما هو هنا قلت له خليها تمام يا عم? وطلع لي برضو الحديد الاضافي بتاعي على نفس التقسيط اللي انا حده. فيها اي مشكلة? واحدة واحدة. بس هنا بيقولك اول حاجة ديريكشن واحد طبري بار ديريكشن واحدة اللي هو اتجاه اكس. هنا هيفكلك السقف باربعة شكات. باربعة ايه? ديريكشن واحد طبري بار اللي هو الحديد العلوي اللي في اتجاه مين? اكس. قلت له قبلهاي. الرابط دي هيصمي المالك ازاي? هيقولك خلي بالك كل الزون دي حاولينا عمود محتاجة حديد ايه? اضافة. بس الماكسيمان بتاعك اللي هو فين? اللي في قلب العمود. انت محتاج دي. الاريا ستيل دي. قل له رجلك هاتبها لك اهو. طب هنا يا عم انت محتاجة ادي ايه? عايز تغرب بطريقة اشياكة. خلي بدل معنا اليونتس. قل له تعالي هاتري بالايه? قد اي حاجة بفيها ملي. هيردك الرقم منطق شوية. قل له اوكي. قل له اوكي. دي كل الاماكن اللي في السقف اللي محتاجة حديد اضافة عن الخمسة فاية عشرة. بتوعك. طب احنا اخد بالك في الشراح بتاعتنا كنا حقين خمسة فاية عشرة بس الشراحة دي ما جابتش. اللي ما كناش هكو كناش واخدين شراح ده. فالفاينات ايه? انت دي متقردين السقف كله. اي حاجة انت محتاجة على السقف هي بتجيبها لك. فده بتقصيد ده. هل التقصيد ده كان ظاهر? في الشراح? كان ظاهر حديد اتكرر كلها ادي ايه? هي كان ظاهر بس ان الحتة دي هنا محتاجة كم? خمسة فاية عشرة ولا خمسة فاية اتنى عشرة ايه مكان. هنا نفس القصة صح? طب تعالى بص هنا بقى في العمود ده. مش هنا كنا اخدين شراحة دي هنا? هنا طلع كم? بس خلي بالك من النتيجة اللي هو عرضها لك. بيقول لك بوينت اتنين زيلو خمسة ملي متر مربع لكل ملي متر. انت عايز تخليها لكل متر. يا حديس ايه هتنضربها في كامل. ها? فقل? بص ملي متر مربع ده ايه يا ستيب ما تغيرتش. لكل ملي متر. لكل ايه? ملي متر. اهي الرقم مع الصبور. اكس الوحدة ملي متر على ملي متر مربع على ملي متر. تمام? انت عايز تخليها بالمتر. عشان بس تصمت بتاع في كامل الرقم. عايز تخليها وي ملي متر مربع برضو لكل متر. تبقى تيجي هنا ده. مش ده تيجي ده اترافه ملف? يعني هو عايز حديد اضافة هنا. اللي هي بوينت اتنين اتنين سبعة. بوينت اتنين اتنين سبعة دروب اوف الف. متين سبعة وعشرين. يبقى هو هنا عايز كامل? متين سبعة وعشرين ملي. طيب. بسعة الحديد الفايت ناشر كامل? مش مية وثلاثتاشر? متين سبعة وعشرين على مية وثلاثتاشر. مش هو كان مطلع هنا في العمود ده اتنين فايت ناشر? صح ولا لا? هو كان فينا مطلع في التصميم ان هو عايز في الحيتة دي كام? اتنين فايت ناشر. طيب انا عرفت ان انا هروس دول خلاص. من متر يعني من نص متر هنا نص متر هنا. الشريحة مغطيها اهي? حتى بالكونتور اهو باللون اهو. صح كده? هيجي هنا اللون ده هيجي ده شوية علي. طيب هل هنا حط الاتنين ونص فايت ناشر فيهم كلهم? انا مش شاف ما انا شاف انها فاش مشكلة. تاهمي? بس هنا شاف الاي ما هسلت كان بات هنا عايز منيما. متنين ونص فاية عشر. تاهمي? تا هنا. يعني انا لو بعد ما رس هنا وهنا حاجة اهد هنا الشلات. مش انا ما اسمين ربع في ربع? اسمين ربع في ربع صح? بدل ما تلغبط نفسك في الاحداثيات اللي انا اكس وراء ايه عام اهد? ادي واحد ادي سيب دي. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اتناشر على اربعة فيها التلاتة متر. تمام? يبقى انت هنا خدت اهه متر ومتر بس ستة عايز تنزل تحت تلاتة متر كمان. خلاص احيطة كبيرة فعلا. ايه. تمام? فوق بقى اقدم فوق برضو. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. قولي يا عام تمانية. فوق. بقى فيها كم? اتنين متر. يبقى انت هنا اما تيجي تسلح العمود ده بص هتعمل ايه? هاتلي بقى الفايل بتاعها نفسه. اللي هنخرج عليه النواتج. عشان عايزين نرسم اللوحة دي. احنا نسلحين هاني بلوطة. البلوطة دي صح? العمود ده هو. هدرسم سيخ هنا. افرد لي بس طوله الاول تلاتة متر. تمام يا عام? السيخ ده اينا جايه متصمتر على العمودة. ايه? اقول لك متر اتة متر واحدة. اجيب لك اريحها الكلام ده كله. مش اقلنا هو ان السيخ ده يبقى تقسيته. متر? في ايه مشكلة? الحديد ده عيلو بنحب نعمله ده اجد. اتة اي لوحة كده عندنا الماتش منها. طوالت ماكو الماتيريا دي كلها على موظومة. اللوحات دي. يا راجل. شو ماكو اللوحات دي? ماشي. اتت اتتقتدي هم. اتتقتدي كنتم. احب بحركه. ماشيان. نعم. يجب أن أقول له من ونص فا 12 على المتر لا مانا احنا هنا بس عفرده ده فرض غير ما تشك عليه 3 متر اجيب الكرة دي كده صح يا عام هنا قولنا احنا محتاجين تحت كامل ثلاثة متر صح وده بديه ان الكاميرا دي تطلب على فكرة ناجة في فوقي بديه جدا فاهمني وفوق قولنا احنا محتاجين ايه اتنين متر او متر ونص خليها اتنين متر مش مشكلة امن نفسها جدا دي احنا قولنا اتنين ونص فا عشرة صحيح يا دوبك ايه تمام يا عام مش حسن ما ترزع الاتنين ونص فا عشرة في التوسيل ده كله ستة متر صح او لا كل ده خليجوا تتأكدوا منه بالطريقة التقليدية دا ايه انا دلوقتي يسال لها خمسة فا عشرة لها خمسة فا عشرة فوق اه بمناسجة الخمسة فا عشرة مش احنا التسليح ده تأكدنا منه خلاص اه 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 سانية وانا افرت الوقت ايه عمسط بقى لايك مش هنا تأكدنا ان كل دول خمسة فا عشرة خلاص طوب وبوتهم فقومش مشكلة اه طيب هنا اعمل فين الفرش وفين الغطا لا كامل اتجاه ده كده اربعة امانية وستين تدات اربعة وخمسين وده الفرش افسد مسلا نقول عشرة عشرين سنتي مش مشكلة خلي ده خطتين وده خلي خطتين تمام لو حاس هنا ان الكتابة كتيرة وارساك ممكن تبي تعمل كده اقدي بقى هنا كده عشرة بشكل لوحة كده ده بقى يخرج اللوحة يعني بتاع كده بس خلي شكل ممضيف يعني تمام ممكن نجين ده خط ده لطاوله كده شوية مش انا بوصل اللوحة كده او كده صح ادي السيخ ودي الكتابة فوي انا بس ايه اعزين ايه اصدرسلنا من هنا ايه ازا بوصلة بحب انا هنطف اللوحة تمام يا عم؟ طيب اكمل الباوكي دي كل اعلى كده في اي مشكلة؟ فين اعمل اتجاه الوصير هنا انا ده كم؟ تلاتة تسعين اربعة خمسة وستين خلاص الفرش هنا كتير او ايه ما احنا بمتش ما بعد المعدة لايه اخد وقت قد كده في التليق اعلى ايه؟ حتة متحبطة بقى زي كده اخش برضا قاعد يرسم فيها بس شيل الهاتش الاول ابسع الهاتش خالص ايه مشكلة؟ دعال اعمل 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 اعم ESifer اعمل اعمل Or مردان افاكرا اوه اكون اللغنا بلا اين افاكرا اوه ده اللي تبت بتبتلوه اوه ماشي يا عم ها وضعك اسمحلك يا عم عايز تنام رو احنام في بيتنا نام زي الترفير ايو انا نامس انا رو بالنشيد بنام بادر يا اسمحك رو ما عنديش شغل اصهر ليه اوه اوه لا اوه بالعكس ما عنديش شغل اصهر عليه يعني انا ما عنديش شغل يخلينا اصهر بالليل وجات الساعة تسعة وعناها بتغفل افضل قاهد ولا نام اوه 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 ماشي يا عم طب تكمل بيت اللوحة على كده في اي مشكلة طيب الحتة الفلات دي خلاص احنا استقررنا ان هي فرش وغطى صح طب يا عم تعال كده اوه اتجيب شبكة زي دي من اي لوحة سيبكوا مني انا كنت ببقى فاجر في اللوحة 40 اوه 10 اوه انتو اشتغلوا انتو استنفر من الجوش دعم اقولك بعدين بس البرقة دي اوه صلد سلاب بس انتو بيش غلالت تصرفها كل صلده اكت عشرين طيب مش دي الشبكة بدأتنا اللي هي خمسة فى عشرة سواء انا جد عم بس نركز بس طيب دلوقتي انا جدت الاضافة العلوي لفوق العمود ده صح؟ اعم عايز اجيبلي فوق العمود ده فيها مشكلة؟ طيب تعال اعمل تجيبلي فوق العمود ده بتطريقة تاني انا انا اشاكك اصلا في تصميم برنامج ده ومش بيصدقوا وخايف منه تمام؟ خلاص برنامج ما بيعافش يصاب مني اعم اعم انا مقطع نعم طيب تعال نشتغل بالطريقة التقليدية اللي قبلة بنزل تشتغل دي شون نقارل بين التكتين؟ شوف الاس هالي بيشوف الاصعاب وشوف اللي بيصعابه على روحهم ايه هاتي عمت على هنا ندوسلي على البتاع دي شوص لمسترسز اه بس لو نعدل لوحدات units ton متر سليزيز اكي اكي تعال اعمل هنا هو ultimi الا اعمل نجيا تمام؟ عندي هنا كلا شيه تكسيل لحزين تسعمل من هنا شب اعملهم كالوتم ثانية وحدة جد ح doing better acá لكم حتى هنا هافيش ام ثلاثة غارب في البلطان في اما واحد اثنين Der qui الجيم منه ما شطيف اللي هو اللي عمولي. على زاوية خمسة اربعين. اه تتوهدونة جدا اه تتوهدونة جدا. اه تتوهدونة جدا. في الحزين. اللي ايه? طيب. ليه فيلد بروغوماسة? خمسة فعشرة على رقة ستاشر اللي هي التمنتاشر. الدبس خد الدبس. اه. طلالة رقم بكام? نوع يقوم بكام? ده اقسى مومنت يتحملوا البلاطة. البلاطة اللي هي التمنتاشر سمتي بتسليح خمسة فعشرة. تمام? اتنين قول اتنين. الله فيها صور كتير ملاش لازمة. تمام يعني? يبقى انا احط له هنا في المنموم السالب اتنين واحد من المية مصر. لازم يبقى هنا المكسيمو مكبر من المنموم. واحنا هنا بالسالب. وهنا خليها سالب اتنين. قول له اوكي. طيب. تعالوا كده هنعد هنا الرجل ده كان محتاج حديد ده دي. مش احنا هنا الساقنا الحديد في حوله ستة متر. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبع. تمانية. تسعة. عشر. احداشر. اتناشر. تلاتة اشر. اربعة اتاشر. خمسة اتاشر. ستة اشر. سبعتاشر. تمنتاشر. تسعتاشر. عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. تتا وعشرين. اربعة وعشرين. احنا بس مين على كامل باشا? على ستة متر. صح كده? مش ده هنا ده معناه ان ده المكان يحتاج حديد اضافيه. بس بدل ما نرزعهم الستة متر. اتنين ونص في اتناشر لوقنا عليها بالعقل. طب تعالي نتأكد من النتيجة دي. مش احنا زودنا اتنين ونص في عشرة? يعني نص شبكة? صحي ولا لا? مش دول كده كانوا ستة متر? طب لو ضربنا دي في واحد ونص. مش ده معناه ان انا زودت نص شبكة? ها? زودت شبكة خمسين في المية. زودت نص شبكة ازا انا مزود. يعني معناه ان فوق العمود ده سبعة ونص في عشرة. تعالي نشوفها هتبقى سيف لغاية فين? يلا يلا. ده يا كلها سيفتها ايه? معانا مين? بحيط اللي احنا موزعينا في متر. صح كده? في عدة هنا صغيرة تحت دي كده ما ماشي دي يعني بقى مبراعب شوية حديدة. لا ما نجيبش قربع متر يعني. او لو عملت نفسك مش ريفة مش مشكلة. تمام? مش ده الارية بتاعت العمود ايه? الزولة العمود كلها. ايه. ايه الوحيدة اللي احنا حط اللغة باصلا الحديد بتاعتي. وصلت? ها? شفت النتائج هي هي. صح ولا لا? يبقى انا مشي في الطريق السريعة? والله افضل ناشي بقى وتاتة تاتة عمود عمود اجيبه ويطلع فيه عين امي. صح? الراجل عرب لك الحديد كله اللي عايز العمود. قدت لك خدت الرقم ترجبت للا ايه? بحدي. مالي انا بزاود دي ايه من نص ايه من شبكة? هو كود كده باشي. يهي اللي اتزاود نص شبكة? ليه? الاضافي ده? الحديد اضافي هو حديد عبارة عن شبكة جنب الشبكة. يتا تيجي في حتة وبتزاود الشبكة بتاعك. اما اجا اقول لك الشبكة خمسة فاق عشر. يعني هتيجي تترصي في الطبيعة سيخ كل عشرين سنت. في ايه اي مشكلة? اجا زود عليهم انا شبكة اقول لك اتنين ومص فاق عشر. معناها ان كل اربعين سنتي هتحط سيخ. يعني في الطبيعة تبقى شباك وشباك. يعني ايه شباك? استنى. يعني سخير وسخير. يعني استنى استنى الدين يا سهل. مش البايارة دي? اه. لا عندك بالحب اوي كده. دي انا ما بسلت اه اه قلت له ما قلت ان انت نفستوها ازاي لقيت الحديد شكله غريب وحرف ال وكلبسات وحاجة يعني انت عر يا. مفشل ايه. الصور دي كانت علي قاعدة انا اتصور معاها عشان اقول لكم بمصحف انا رفض طب. طيب. بص حديد اوه ازقف زيجا. احنا بنسمي المسافة من هنا لهنا. اسمها شباك. طيب. دي خمسة في المتر. يعني شايفي السيخ ده? اهو ده كده? ما بين السيخ ده والسيخ ده كم? عشرين صند. طيب مش مشكلة ما هي نفس الصغر برضو. تمام كده? مش هقوض اهل ببقى سهولة انا اقول شوية. ما بين ده وده كم? عشرين صند? وده وده كم? عشرين صند. لو انا جيت حطيت اضافي هنا. حديد اضافي. هاجه احطه في النص هنا اهو. صحي كده ولا لا? هل هاجه احطه على السيخ? انا بقولت لك انا بزود شبكة. فاهمني? فلو جيت انا هنا حطيت الاضافي ده. كل شباك وشباك. بقت المسابة بين الحديد الاضافي وبعده كم? عشرين. عشرين. طب لو انا جيت حطيت في شباك وست شباك وحطيت في شباك تاني بقت كم? عربعين. يعني انا حطيت في ده? في الصف ده كده حطيت سيخ. وجيت سبت ده فاضي. وجيت حطيت سيخ هنا. بقت المسافات دي كم? يبقى انا كده مزود قد ايه? نص شباك. صح ولا لا? طب لو انا جيت هنا حطيت في ده سيخين. وده سيخ. وده سيخ. انا كده زودت قد ايه? شبكة ومص. طب لو انا جيت في كل واحدة حطيت سيخين. يبقى انا ضربت الشبكة في اتنين. طب ايه اللي خلينا ضرب في الشبكة في اتنين? معالج انا ما انا مش عايز المتر عندي اوصل يا عدد الماقسم. مع نكوا ده انتطرنا من ايه؟. بدل ما انا بحط فاي عشر احط فاي كامل? ناش 몇. بدل ما يتبقى مثلا خمسة فاي اتناشر يتبقى اى فري بدل بدل ما تبقى خمسة فاي عشر يتبقى نين ونص فاي اتناشر تلاتة فاي اتناشر. عندين اتطر احط سبعة ونص افاقات ناشر. فهمني? سبعة ونص اتناشر حوالي خمسة ستاشر مش هيجوا اتنين ونص اللي اسم. خمسة اتناشر احطهم اتنين ونص ستاشر. اتنين ونص. بحط سيخ اهو اسيد ده واحط سيخ تاني. كل اربعين سنت يا بقاء مش محتاجة زكاة. لأ اصلي انت قبت في حالة بعد تنة سكين. هي لو سبعة ونص في المتر. سبعة ونص في المتر يعني كل مئة تلاتة وتلاتين سنت. طبعا اعمل اه سكين الشباك لأبراك ناسي. الشباك لأبراك تلاتين تلاتة سبين بلد. اه? اه? سبعة ونص. تمام? بخلو مني السور دي. ده كان روف ده كان سقف روف كده ما كانش في حاجة كانتافع جده. يا دين ربنا. انا عندي الكهرباء اللي بيركب البسكوت. انت شايف خرطون كهرباء على السقف? فيه خرطون كهرباء? انت شايف خرطون كهرباء? الناس دي مش هتوسر كهرباء ولا عشيب دقيق اهد كهف دول. اما اجي اركب ام خرطين الكهرباء بركب البسكوت. انا بطلع استلم حديد الاول. عشان هنزل الكهرباء. يفيه مشكلة? يما انا كده كده ارجع استلم كهرباء. استلم مع البسكوت واستلم السقف المتشطة. اه كراسي على الخشب اه. اما ليه? شوف هنا الرجل بتاعت الكرسي يديه? ارتفاعه اقل. عرضه نفسه اقل. السيخ ده منفوف بسبعين سنتين. خمسة وسبعين سنتين. يعني السيخ اللي اتناشر متر لو اسمته هيجيب لك اربع حتة تلاتة. اللي اربع حتة تلاتة دي هيجيبولك اربع حتة خمسة وسبعين سنتين. يعني السيخ بيجيبلك ستتاشر كرسي. ولا لو عفصله زي الهبل خليه متر عشرين ولا متر خمسة وعشرين. وحطه على الحديد. ما بالعقل. مشكلة اوم الكرسة اللي اتحطها على الخشب ان هم خايفين يبقى من المهارة. صح كده? جيت انا جبت بسكوتة تافها حطيتها هنا. بقى فيه مشكلة ههندسة? ولا الهوة? ولا ميت حديده ووفرت حديده ولا لأ? شغل دماغك. دماغك دي محطوط عشان تتشغل. مش عشان دماغك ده يفتع ليه? يقول لك يجب بوضع الحديد فوق الرئة العلوية. طب ليه? ليه? وليه يجب? الناس بتوع يجب دور اللي هم عايشين ويموتوا ونظروا ونفتوا على ميتين ابونا. ليه? مش نعلى احمال. نعلى احمال ايه? انت بتبقى الحديد من شبكة علوية شبكة سوبلية. ده كرسي يا حبيب. يعني لو حط له انت اقول لك على حدقة لو حطيت كتبين مغناطيس مودانافرين. على الحديد من تحت ومن فوق رفعولك الرئة هي يغنوا عنه. ايه رئيق? انت في عاجز مان كرسي مين لقنا احملنا? انا عندي حالية مومنت علوة. وده صوف لي. هنقل الاسترس ايه? اللي من فوق لتحت. لانا حلف. يجب عمل مش عارف ايه. طب يجب ليه? لأ مفيش قومة زي القطيع. يجب. يخش واحد زي انا كده ابن حلال يقول له ليه يجب? يمعمل له بلوك. وما انت خلاص دقعته. صح كده? حطيته في خانت اليك. خلاص يعني فالفص منك. واحد بيقول لي السقف ده شكله متشطب. طلع عند ازا السقف ده لقى خرطون كهربا. وقال عليه بسكوت. طلع ما انت فالح واتطلع من لحظات. ما قلت ليش لانه مفيش بسكوت للحفاظ على الرئة السفلية. شدد واسطر يا باشا وكتب. خلاص اتحط في حدنه. واحد تلعب الحديد طاعن. انت شعر رفق يا انا. الحديد طاعن في الخشب. تلو يا سيبتك بصت ده الكاميرا. ما بالعرب كده. يعني انت بص انا بتعامل مع شغلي ده كأنه مراطي. انا دي ده اسنوبي. بتعامل مع شغلي كأنه مراطي. انا لو مراطي شمال والناس ايكل مراطك شمال معناها انت رجل لمؤاخذة. فبقى يقابلها. انها متبقاش متجوز واحدة محترمة. واحد يجي يقولك على شمال هاكله باسنان. فانما يجي الشغل. الشغل مفوش الهواء الحمد لله رب العالمين. منظيف. واحد يطلع عايز يهبت عايز يهبت. تيجي تتكلم ما هيقولك انت عايز الناس تقول عليك الله ينور. يعني يا ابو شخة مستنى الله ينور بتاعتك. اللهم لا غرور بقى. لو تكلمتني بالمنطق. هحترم. ده انا هتعلم منك. وقولك شكرا لتعلمتني. هاخد بالي منها مش شغل الجاي. انما طالع عايز تفتي وتعلم معناها لانت ولا بلدا. بالعربي. الله علم لا غرور يعني. ما هنرفزني. هادي يا ابني ولا على الاسجارة. طيب في حاجة هنا كنت عايزة واخليكوا تاخدوا بالكم. شايفين الاشعار دي طبعا مستقفل ايه? هكملوا في المبعد. لا مش معصة ولا حاجة ده مطلع عشار سفلي وان. من اخر انا هامل الحركة دي ايجي جهاز يستلم. الاشعار ده انا قمتنيها ودفنها في الطوب. ومحر عليها وانت بقدينها جميلة. كاننها خرطين كاربا مدفونا في الطوب عادي جدا وهارم عليها كسر الطوب. الجهاز دي استلم. طيب انا عايز اكمل بقى الروف ده بعد ما الجهاز استلم. هم جاي مكسر الطوب ده. فرد الاشاعر. نستعاد لها. ديها تبقى اقوى واحسن. ولما طلع لها طرف رباة. ولما زر علىها. طبعا احسن بكتير. تمام. وليش عامل تبوزة زر على مكان. ايه? مخالف. او ماشي مخالف. ومش مخالف للقرآن يعني ومخالف لقوانين موضعية ملاشة اللي تتنازم. ايه ماشي او مخالش. انا برضو عندي صور هنا تكفيين احيص وصيح. انا بديكم الصور دي مفيش ماشي كده. طيب. عايزيني تشيك على عمود ده. هتحيبوا نجيبوهم الفيناية ايليمنت ولا نجيبوه بالتصميم بتاع البرنامج على طول. طيب الراجل ده مصير. ايه ماشي يا عم. هو عمود اللي عمودة هو? هو سيف على مص شبكة مبدأة يا. ايه سمي يا عم على واحد ونص. نشوف بس التوسيط هيبعديه على واحد ونص. دي كانت اتنين على واحد ونص هتربع اتنين. طيب. طيب اتنين وعشرين يعني برضو حوالي ستم متر. طب انت عايز تجيبها بطريقة عشيات بص تجابت تتحرك في الطريقة واي صح? ايه رأي هنا بص الرقم ده بيقولك واي بكام? خمسة علامة خمسة وتلاتين. اهي الرقم تحت اوه. بص اش عايز احرك الماونس. بص هنا. اجي ده ام عادش رعب في المشترك عشان لام ما فوجش بالطريقة. واي هنا بكام? تسعة ونص تقريب. صح? تسعة ونص. نقص خمسة علامة تلاتة خمسة اربعة خمستاشر. تمام? بص اي ما وفناش بص على الرقم هادي ليه? خمسة خمستاشر اخره هنا خلص كم. لا يا حبيبي ده الكلام ده في الزاب. هي ده ولا الا الاول. هنا مش شدي وهمية اصلا. طيب. تقوهت لنا بس المتاع الفضاء صلاح الله سلام. خلاص بقى يا عم سامحنا. ما بل اتناش بالبخاري. ايه. تسعة علامة ستة اتنين خمسة. خمسة علامة واحد اتنين خمسة. تمام? يبقى انا هنا برضو جبت الطول. طبعا انا عايز اجيب طول السي. اقصى حتة فيها مومنت كامل. اقصى الحتة دي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سبعة على ربعة. قول تمانية على ربعة. اتنين متر. انت عايز تعد هنا من كريتيكال سيكشن ايه? طول تماسك. طول تماسك. صح كده? ال دي و ال دي. تمام? خمسة ستين فاي و خمسة ستين فاي. تمام? يعني ده احنا حطينا هنا حديد فاي اتناشر صح? اه. خمسة ستين فاي اتناشر. يعني اتنين يعني تسيخ هنا يبقى طول اربعة متر. يبقى نرجع على اللوحة. نعدله بقى. ايه? زودنا كم متر بعد البقى. اه ما لازم يربط مع الشبك عشان نقل مع الشبك. طره بقى. خمسة ستين فخمسة ستين. تمام? يبقى او كان اتنين وواحد وواحد. ايه? خمسة ستين. تعال هنا يا عام. خلاص بتكده مضطار. زوده من هنا اتنين متر. متر متر سوري. ده كان تلاتة متر. طب ليه? مرة واحدة. يابني ما انا فهمت. ادي مرة واحدة اهو. وتعال هنا موف. شفته نص متر. ايش? يعني ما اعمل مرتين ليه? لئي انت اللي بتعافش تعمل. لعين مكنا بقى تحت. سويا سويا بسا جده. ده انا بقى ده انا منفخي فهم بقى ده ارسل. تعال هنا تحت كده. حال انت هنا محتاج السيخ فعلا اربعة متر? هنا وهنا. يعني لو خد التلاتة ده يبقى مغطي وزيادة. من غير ما تحسب ولا تعدي يعني ده هم اللي ممشي دين مليمين ومشتين مش مال. فاهمني? فخلص بالتلاتة هنا فرق نف. بدل ما اعمله على الاربعة. لا خليه عم تلاتة. جيت في الحاجات المهمة بس خليتها ايه? اربعة. تمام? كذلك نفس السيخ ده. انا دلوقتي هقرأ الاول على الشريحة المتر بتاعي صح? اللي هتكون في سنتر يا عمود. كانت هنا مطلقة خمسة ستاشر على ما اسكر. صح كده? تعالوا نقراه. مش انا مش اغالين فانات ايه من? عشان الراجل ما يزعبش. اه? ده الحديد اضافة على خمسة فاق عصر. حوالين يا عمود هنا مطلقة كامل. خد الماكس من بقى. وادو خمسين ده طبعا ما تصدقاش. كانت اهي خمسة واحد من مية. هنا. طيب. تعال يا عمد. في شي. يا عمدي في الاستف اي حاجة في الاستف انا الفضله. سلابر اف دي في هنا شيت اسمه. اهو. بتاع كده الفين و سابعة ده. شيت على وضع اهو. هي سقف اهو كل حاجة. بس ممكن نعتبله به معادي. كاميرا. فاش مشكلة. الف سيو عندنا بثين وخمسين. هنا باربعة تلاف. المومنت اللي عندي. يا حبيبي كيلو برارج. المومنت اللي عندي كام? بول خمسة ونص يا عم من نفسك. تمام? عرض الشريحة هنا مش متر. يعني مية سانتي. كومبريشن فلانش دي سقف. هتيبقى برضو مية سانتي. تمام? هنا ساقف مش كامرة. احنا دحكين عليها. احنا مفاهمينه انها كامرة. تمام? الدبس بتاعي بالسانتي ستاشر. مش دي بالاتة منتاشر. خلي بس البيه مية اشوفت يا بيه. تجاه الف. عشر كده نطلع ناتج غليل. طيب. هو هنا عايز لا سواني ما تتصرعش. الستة فاي ستاشر دي التورتن. انا عندي مين من فوق كام? خمسة فاي عشرة. الصح والا لا يبقى انا عايز اجيب مساحة الحليل اضافي هو عن متى من الخامسة فى عشر دول بسيخ ستاشة بقى انا عايز فوق اينا خمسة فى ستاشة بس عشان واوصل الهي لك تعال احسينها لا قاتل ايا شايل انا انا لو حسبت اا عالقلعة مش هاخلص تعال هنا ان ديامتر ايريا تمام يا عام? وتعالى هنا اعملهم تاني. ادي الان ديامتر انا هولي الاريا دي بتساوي الان مضروبة في رجع مضروبة في تلاتة بوينت اربعتاشر مضروبة في الديامتر في الديامتر. انا والله عارف الدلة اللي بتامل بص اتنين. بس انا ايه دي خلت على دي. تمام يا عام? تعالى هنا الان قدي ستة الديامتر ستاشر. الاريا تلعت لكام? اكتبها كده في رقم على جنب واحد اتنين زيرو خمسة علامة سبعة ستة. الان خمسة الديامتر عشرة. تلتمية اتنين وتسعين ونص يا بركة دعاك يا عمي. يبقى هنا تعالى نقول دلتة. دلتة المومنت بتساوي الرقم ده. هنا رقم ده تلاتة تسع اتنين ونص. يبقى دي بتساوي ده ناقص ده. كما باشا هات الرقم ده. هنقول هنا بتساوي. عشان طلعها تم سيخ ستتاشر. دي. على اتنين علامة هو واحد. لا رقم ان تغب ولا بتاعه. اوه الرقم اللي عطلة هنهرب واحد. اوه ايه اللي حصل? انا حسبته بالصمت اربعة واربعة من مية يعني خمسة ايجبال خلص خمسة ما انا مش ههرف حط اربعة ومش هينفع اتنين ونص فحط كامل عشان هه حافظ على التقصير مش قلنا يا شبكة انا نص شبكة هو هنا اللي عربله للشبكة ايه بس كده طيب يبقى تعالى هنا كده ارجع تاني لوتو كد سمسة فاي ستاشر خلاص احنا كنا اتفعنا ان هو في الشريحة ده اربعة متر صح? سيغل ده فلو اربعة ترى ولا تلاتة اه اربعة تمام? يبقى احنا كده كفنا اول ايه? اول متر حلو? يبقى انا لسه عندي الحتة الصغيرة دي وعند الحتة اللي تحت دي كده صح? رب الله اصدقى وعن كده مش اخد اه او هاجي مسلا عن الاناتي بتاع اللي عموتنا هاخد اه خمسة فاي ستاشر من ايه خمسة فاي عشر احنا يعمل. انا شير الشبكة لسي ايه اصدق? اي او من خمسة فاي ستاشر ياخده ويلا. يا ابني لأ اذا كان الشيت كان مطلع اه ستة فاي ستاشر. احنا عملنا الفيلم ده عشان نخفه للشبكة. ده معنام للشبكة موجودة. شبكة اللي راح صنعها ستة فاي ستاشر. يا ابني بنت كده كده. اه مؤمن بالصوم في شوف درونج هترسل ست سياخ عشان بادي. مش هترسل فنست سياخ. لو خدت البادي من هنا هترسل ست سياخ. تفاهمني? بس انا هنا الشبكة عندي شغالة سيخ 16 كل 20 صمت. صح ولا لأ? وعندي تحكيها شبكة فاق 10. سيخ فاق 10 كل 20 صمت. مش هشيل الشبكة الاسياء وقطعها وسل فاق 16. لا الشبكة الاسياء مكملها وانش جابه. طيب اصلي لأ بنحليك ضغط. مش قصدي يعني قصدي انا ما كدش خط اصلا خمسة عشرة عمود خالص في المنطقة تات العمود دي. تمام ما كدت السبتة في السبتة. لأ ده من الاولى بحطهم في المنطقة العمود ده شيله من النص. بحطهم فاية تمانية ولا فاية حاجة شينك. بس لا لك. بحط خمسة فاية تمانية. واجهة هنا بس دي هتبع عايز حد بقى حريفش واجهة درونج يعني. قطع بقى كده. وقد زون العمود قطع قطع وقط هنا فاية فاية تمانية. خمسة فاية تمانية او اربعة فاية عشرة دان مينة وان بتاعك. انت عايز تحفز على نفس العدد بحطهم خمسة فاية تمانية. فاهمي? وانت اكداش وعمال مية في المية. انت مغطي العزوم ما في النص العزوم دي اصلا صفر. انت عايز الشبك عشان الشرينكيج بس. اتعامل ما فيش مشكلة بس الناس بتخاف منها ايه. طيب دلوقتي ما غطيت الحتة دي صح? هنا انا عندي ببعض المتر ده قادر وصل عمودة. عندي ببعض يبقى ايه? واحد اتنين تلاتة. قلنا نزود عن خمتين. طبع عشرة يعني اتنين متر فوق العمودة خلص. تمام? طيب هنا المومنت اقدي ايه? تلاتة واربعة. اتنين وتسعة. هنا اعلى حبل اللي هيه طلعت كم? تلاتة واربعة. طب انا عندي هنا اتنين. لو دربتها في واحد ونص ما هو يا ابني اهو. انا بسحب كده اهو. اهو اهو. بقى في الماكس. اه? بس? تمام? اهي. تلاتة وسبعة تلاتة وتمانية كمان. طب تلاتة وتمانية دي اقول اربعة. تفهمني? تعالي ارجع للمبتاع ده تاني. مالا لما كان البرنانك تصمي مهمة يا بلناس من راحة. تبصير راحة تلاتة ايه ليه مش عارف. قول هنا عم تلاتة وتمانية زي ما كانت طلع. هو ازار بقى ستتاشر. اقول لها اما انا حطهم اتناشر. سبعة ونص فاي كامل. اتناشر. يعني الحتة دي. الاتنين متر ده. لقى هنا بقى يبقى متر ونص. وانا مش هارزع في عدد وهارزع في تقسيد. دايما كنا كلها اربعة حتة دايما متر. مش هيئت على هنا. مش انا كنا وقفين هنا فين العمون. اهو. يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة. لقى معلش بقى. تعالي. الحق حقنا ما يزعرش حد. قطل هنا متر اربزعهم اتنين متر ليه? اتنين تلاتة اربعة. خمس ست سبعة. اهو. هدي العمود اهو. هدي هنا واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمس ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. عشرة ربع فيها اتنين متر ونص. تمام كده? الممتات هنا كام? اتنين واربعة. اتنين واربعة كلها. ايه انت عايز مص شبكة بس ايه. واند لو ضربتها فقط نصة تبقى تلاتة. فانت مكفيك ايه? نص شبكة. صح كده? تعالي هنا يا عم. احنا قلنا هنا كان اتنين متر ونص سا. طب هل دي فعلا مكفيها اربعة متر? ده يعني تلاتة كتيرة كمان. برجع كده. كده عندك مشكلة اهم? على قل كده انت مصمم بابتما. فاهمني? وعد غيرك اخده الخمسة فاي ستاشر دول ويرزعهم في الخمسة متر ونصة للستة متر دي. فاهمني? قل لك ايه عم يسيف ايه? صح? وما كده انت يبقى ايه? اوبتمام. كل ما تضايزن اوبتمام كل ما سارك كتزاينر يغلى. يعلم. يبقى اللوحة بتاعتك لها اهيما. كل ما ترزع اخرك هتشتغل بتاع رخص. لوحة متتنفسة اناش لازم تروح تطلع على الرخصة وخلاص. المصللة? انت بتعمل لوحة تجفيزية. لوحة هتتاخد منك تنزل الموقع. بتخرج اللوحة صح. يبقى شكلها حلو. اللوحة موفية. بياناتك مكتوبة. هاخد لك دلوقتي سكشن ارسمه لك. تمام? تسلح لوحتك. ما تسبش حاجة للصدفة. دي فيها مشكلة? طيب. في اي مشكلة لو انتو طلقت الوحدي كل عم بان دي? عشي بس عايز اجيب نحاك الاضافة السفلي? ايه عام كان? لو كان فيها? تعالا يا عام هنا. شايف نفس الرقم ده مش هيكل اتنين? تعالا يا عام. حط هنا كده. اتنين. وحط هنا اتنين. علامة واحدة. انا كده لسه في اتجاه اكس. اه. ادي حتة يمنورة. احنا كناش واخدين شراح كده على فكرة. تمام? طيب انا مش متأكد بقى ان الحتة دي هيطلق فيها اضافي سور. مش هيطلق اتنينها من فانايت ايلمنت. تعالا كده من قائمة اه اه شو سلاب ديزاين. اهو. اخير لكم فاكرين من معنظر. ده من فانايت ايه? ايلمنت. هقوله واحد فيها مشكلة? وطلع لي عام الاضافة اللي على خمسة فاعة عشر. اقول له عبلها اي. يا له وانا نفس الرسمة. رابع المغايره هاش. وصلت? طيب تعالا يا عام هنا. القيم دي كام? هنطلعها مرة من هنا ومرة من هنا. خليليه واحدات دي بالملي. ايه ارى ارى الرقم كل. ده دي هنا متناهية في الصغر. سبعة من مية. تمانية من مية. خمسة من مية. كلها الرقم بتحوم في نص شبكة. هات يا عام التمانية من مية دي. مش هي باكر من رقم اهو. دربه في الف. حس تمانية ميلة. ايه النص شبكة. خلاص سيب انا ايه عند الترك في مين? في طول السيخ. صح? هنا تقول السيخ كام يا عام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. قول تمانية لو هو بس تمانية على اربعة فيها اتنين متر صح? ومتر ومتر. انا انت عزي نسيخ اربعة متر. تعالا هنا كده. بتحصيته منين لمنين. علموا بقى اي حاجة يعني بص. هي كان في كده كنت بعملها اسكتها كنت بايت استبوخها. بيت اخد سكرينشوت والزع على الرأس. يعني بيت اعمل حاجة زي كده. بس طرق انا باستبوخها اهوين بس. ممكن تعمل حاجة زي كده. سيف. بتاع الديسكو طب مش يسميها مثلا ايه م واحد واحد بوتون. طب علي هنا على توكات. تلاقي عندك قائمة انسر. او رستور ايميج ريفرنس. ايه. او بن. اوكي. نزلها باي منزل مش مشكلة. هاتي اعمل من الصورة دي. مش ده كورنر ده هو. هو ده هو. صح? هاتي الصورة. اعمل لها سكيل. امر سكيل. سبيسفاي بيس بوينت هنقول له ده. ماشي اعمل? هيشتر حاجة اسمها ريفرنس. حلم? الريفرنس لينس. خد اي حاجة من اللوحة. اي حاجة انت عارفة من اللوحة. يعني مسلا مسلا خد المسافة من العمود ده. ده العمود ده كده. تيجي هنا تقول له بوينتز. خد دي. معدي. رجبت عليها بالزبط اي. تعال دي كده. امسك الصورة. كليك يميل. درو اردر. سنتو باك. بيلميل. يا عم هنا سكيل جبالك بيلميل ليه? فاهمي? بس انا مش كله مجد حط ام سيخ اعمل الليل السودة دي كلها معد وخلاص. كفا ايه مصدي? هنا بص. مكان اللي عمود في السيف اهو. ادي مكان وعدتها ده اهو. جاي ايه? حاجة كده عندسة يعني. لو انت لقي بقى ده خدت كبانا على فوتشوب وعملت لها كروبس مالة وشلت الحاجات البيضة ديه ولا هي هتحت تلاقي بالزبط يعني. بس يعني ايه يا عاطلة يعني تاخد وقت مني كتيرا. تفاهمني? طيب. تعال يا عم هنا. اظن هنا بقى سهل اهوي ان انا انا اجي اخد دايمنشن كده. من هنا لهنا اهو. ادي توسيط السيخ. صح? خمسة اربعة وستين يعني اخلي بس التواصيل بتاعه شيك شوية. زي هو دو سنتر. انا احبش الارقام الكسر دي خلاص. وسهل اقوي ان انا خلاص هجأ سنتر للباكية دي. واجه قم جايه رسم السيخ بتاعي. اجرس السيخ يا عم هنا اهو. عشان قلت يا عم السيخ ده اربعة متر. خده ماتش. هتمسك ده عم بيعمل له موف. من النقطة بتاعت النص. النقطة دي. والنقطة اللي زي هيها بتاعت الكاميرا اللي على عملتها. انجز نفسي. بالسنتر بالزبطة. تمام? دا مش كان اتنين ونص صفا عشرة. بس اللام هنا بكام? نريس له بس الجنش الصغير بتاعه ده والكورة. الجنش ده والتنفس اجل عندي اندكيت. يعني باي وقت مش مش وقت? اهو انا انا نسبته بوقت نسبته بالحبة. ايو اي حاجة. اي حاجة. اي حاجة. بسيبه شكله حدي. ايه ده? ايه ده ده? دي بس تخصيص يعني البوضي ده بتاع السيف ده. تفاهمني? بتخصص يعني يعني السيخة اهو. مش ده بقى دعمودي عليك? بس انه دي بتاع الدين. بس حتة كده روشانا يعني. طيب. تعال هنا. هنا السيخة اهو باين بالنظر بقى تلاتة متر يعني. انت لو بيت است هنا. ادي اقصى حتة هنا. متر خمسطاشر. يعني متر ومتر اهو تلاتة متر بقى. بقى اهمني? تعال هنا. نفس المكان او عزو بوستان اذا انا ما اعطلوش جوين. ده مصلح عشان اخد اذا قمت بتاع Liberty Piration or اشتركوا في القناة 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 مشكلة بقى انا ده ممكن ينزل عليك الموقع ينزل الموقع اهو بستريم البيض عليك باي يقولك ايه على فكرة الباكي دي كانت كلها معلقة طبعا انا شمع او او اعرف لك من ايه ما ترسي مهم او من السيخ لو انت مش شغال عشوب درونج الشوب درونج بيحل مشكل كتير يريحك انا كنت شغال مهندس تنفيذ في الشركة كنت بطلب اللوحة وتوتاد انت بقعد اعمل انا الشوب درونج بتاع انزل ننفذ عليك يقول لي ابني انت مهندس تنفيذ اقول لي طبعا اعمل لك ايه انت اجدوش لوح شب درونج انا عاما اعمل اللوحة بعتها الاستشارة اعتمد اعتمد اقول له التجتيجة تلاقي المنزل ده في الموقع كنت مريح نفسي مريحة انما انزل اقول لحد ده تخد مقاس تعالى الوصلة اللي اعملها لي هنا طب خد مقاس تاني نشوف انخلف الوصلة ولا لأ اطلع فوق خد مقاس تاني ده مر يابا مش هنختص طب ما انا اعملو في لوحة ده اخد مني ايه بفضل الله المشروع ده كله كله انا مخلص التصميم وشب درونج في يوم اين مشروع ده اهو ادي ليه واحة او ادي ليه واحة التصميم بتاعتك بقى وعده بقى امدانه بليلته ازا انا وقت بدي خلص التصميم ده في يوم شب درونج بتاعه في يوم بسمال لات بقى وقت ده كل حاجة انا ما شبش ايه ده على اطلع خلاص انا عندي موهب انا سريع شوية استغل له او راح ده بس فاهمني وانت بالممارسة واحدة في التانيات لاقي نفس البرد بقيت سريع او بقيت زي طيب اهدي الوقت حطيتلي اتنين دوقت ماشي اه خلي بالك من حاجة خلي بالك من حاجة لو عمود زي ده مش مستمرها عايز عمود مش مستمرها عمود طرفي زي ده مفيش براقة من اليمة التانية كده وجيت انت هنا لقيتش وقت كنتور طلعين كده عايز حديد اضافة السيخ ده يتعمل ازاي اوعى في اي حد من الاحوال تيجي لو السيخ مسلا طوله طلع معك اتنين متر اربعين تيجي تقوم اعمل لي كده سيب لي السيخ كده لا غلط ليه انا عندي حاجة اسمها طول التماسك طول التماسك حديد مع خرصانة في الكود بيقول لك لاجب قال لا يا قل طول التماسك عن خمستاشر سمتي وشوية شروط معادلات ومدقالة تمام انا مش عارفها انا حطيتها فيين بس انا عمل لها فايل لوحدها سانيك اهو بالعربي السياخ التسليح يجب ان تتجاوز القطاع الحرك في حالة الشد والضغط وقوة القصة بيتقاس من اين الكلام ده من هنا سيبك هنا بس انا مشاهر عليها غلط بيتقاس من نص العمود او الكاميرا بمعنى هاجي هنا اهو انا ما باخد انالاتيكالسيكشن باخده بمث العمود ده هنا بيجي مثله بنصه والكاميرا دي انت تمثل بحط خطه في نصها صح ولا لا اه يبقى ده الكاميراتيكالسيكشن بتاعي يقول لو الكاميرا دي 12 انا معايا منه منه ستة سنتي بقى الحديد فوق او خمسة سنتي طب انا عايز امزله تحت طب المينيوم بتاعه قدي يفهموا الحتة دي كويس مش معاكش يضحك عليكم ما تسلحوش غلط تمام تعالى كده طيب يبقى عنيفنا الاول اصلا ايه هو الديفلوجمنت لينس ايه الديفناشن بتاعه او تعريفه بتحفظه اي اسمك لانها هتلافي عليها تانا واتلغبطك وهتلافي حاجة اسمها التول التماسك البوند يبقى تمام كده السياحة التسليح يجب انت امتد بعد قطاع الحرج القطاع الحرج اللي هو قطاع اللي انت همصممه اللي عليه عزم في حالة الشب او الضغط او فوق القص ما بتفرقش معايا في النص انا اما جيت جبتلك السيخ اللي في النص اما كان طالع على البرنامج تلاتة متر حط تقولك انت متر بتزود لمتر ومتر عشان دي تمام؟ مع ان كان القطاع خلص بس لازم يخش طور روباط جبه نكمل كده عام دي المعدل اللي بتحسيبها الايه اللي دي؟ بتسوي الفايل في الالفا في البيتا في الائتا في الاف في ييلد على جامعة اس على اربعة اس لديه ultimate ايه عام التلاصل دي؟ التلاصل دي كلها تختلفه في رقم واحد الفايل بتاعك ده كتر السيخ في مشكلة اتناشر ستاشر تمنتاشر زي ما انت عايز الايه بتاعتك دي واحد وثلاثة من عشرة في حالة لو تسليح علوي اكبر من تلاتين سنتر يعني ده في حالة اللبشة شو تريد نارك يعني اسفل تمام كده؟ خد الايه بواحد وثلاثة من عشرة لو ديك تسليح علوي اسفل منها خرصانة اكبر من كام؟ واحد وتلاتة اه تلاتين سنتر طب في اي حالة تانية خدها بواحد تمام؟ انت بالمنطق ممكن يبقى اكبر من تلاتين سنتر لا يبقى ولبشة مش معقول سقف سنتر اه خمسساشر سنتر ولا تمنتاشر سنتر ياخد في واحد تلاتة من عشرة يبقى ده اول فاكتور خلصنا منه الايتا وكده كده الفاينة خلصان يبقى انا كده افضل للالفا والبيتا صح؟ مش الفاينة حلصتها لك البر دعمتر جبتلك الايتا لخصتلك في كلمتين ناقص الالفا وماقص البيتا الالفا المعامل تصيح لشكل نهاية الاسياخ بزاوية او بدون برجل؟ ولا من غير رجل؟ تمام؟ الهوكي ده كاملل هو خطاف اللي كان بيتعامل ده مش الرجلة اصلا طيب البيتا معامل تصحيح لنوع السيخ السيخ الفاية تمانية او الفاية ستة حت شافوا مرحية؟ املس يا اخوان السيخ الفاية عشرة اتناشر سنتاشر مالو مش عرشرة طب هتجيبها ازاي؟ الجدول ده لإيجاد قيم المعاملات الفا وبيتا طيب خد بالك الالفا عندي هنا الراجل هنا ماشي قادي الحساب بتاع الـ شاف الحتة اللي فوق ايه؟ مش كان في معادلة هنا الـ 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 دي خاصة بمين؟ خرصان الكلام ده كل بتختصره في ارقاب ما تحل كل ده ما انت بسبب ايجاد الخرصان عنك ماشي الف سلامة تمام يا عام؟ طيب الالفا والبيتا خد بالك انت محكم هنا بايه؟ بالـ بالـ بتخش بالقيم دي بتجيب معاك الالفا ايه؟ اهو ده هنا عشان تجيب البيتا تمام؟ سوري الالفا تحت لسه انا اياس بلد ده كان جدول الـ هنا لو عايز تحسيبها بمعادلة هنا ممكن تجيبها بداية الـ سيو تمام؟ ما ريش انا اياس البلد او حاجة توفايند ايف بي اولتيبت اهو يا لا تخش من المعادلة دي تحسيبها يا لا بدلات مين الاف سيو طيب الجدول ده توفويند مين؟ بيتا فية قيماني في التنشن et女inde وقيماني في مين؟ الكون بريشا الجدول ده عندك توفايند والفا ادي شكل الاسياخ عندك برضو نفس الفكرة ادي الفا في التنشن والفا في مين الحاجات دي من كناب شاكر بحيري تمام جبت المعادلات دي ارجع عود في عانية معادلة اهم جاي من اللي دي تمام بس الكوت بيقول انها لا تقل في اي حال من احواني عن 15 سنتر يبقى احترم الكوت تمام كده انا مماجه عند حالة طرفية زي دي كده في عالة زي دي ممكن تطلع معك 3040 سنتر مش عايز احسيب دي عام خطة 40 سنتر بس برقة الرقبة واقمن نفسك تمام اي يوم جاي منتهي كده يبقى الحديد ده هنا كده ييجي هنا ستك هتنهيب رجل كده سيب بس الكفر تغباش بقى اتبقى الحديد ده هناك ايه يبقى عليك انا اللوعي دي تعايفوا بيه هناك المترجم للقناة 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 تسعة وتمانين هاجي هنا اعمل كده اهو اعمل 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 ام اعمل 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 ايه 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 استغرب يعني ايه 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 خطع نظه ايه 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 ممكن تاخد الاثنين دول كده طريقة بقى اللي تأجبه بس كده بعينة لها تحتمل اي مكان تقوى شكلها مش حيلو بس بعينة وفيش اي حد يجي ضغلاتي كلها قصة الاندسة باش افتعاش تمام ايه 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 سهلة اجلقان تسمي الكاميرات لا تسمي ايه انا عرف استرين لوحة منكم مرة جاية بموديل ايه دينيا سهلة ايه 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 احنا كده خلصنا المشروع ده ان بتصمم اي منشأ ما عليوش احمال زلازل طب بيكون نودع دخل عليهم من الزلازل من الزلازل ما احنا هنشتقل بقى زلازل المرة ده يا مانيك ايه الكود الجديد بيقولك اي منشأ ارتفاع فوق التمانية متر في منطقة تلتة يجب ان تدرس عليه احمال في منطقة تلتة فيما فوق تدرس عليه احمال الزلازل طبعا اتفلتش هي منطقة تلتة ومش اعلا ايه ايه والله يفتح لي طب ايه اخد بزلازل في الكلية ايه انا انا نهلي فيه غتم بالمعنى تصار